منذ الاحتلال الامريكي الايراني للعراق في عام 2003 والعراقيون يعيشون ازمات متلاحقة وظروفا استثنائية صعبة اثرت مباشرة في ابناء الشعب العراقي عموما الاحتلال واستمرار الازمات والاعتقالات والقتل استدف بنية المجتمع وتمزيقه وتغيير قيمه ومفاهيمه حتى انتشرت فيه ظواهر لم تكن مألوفة كالمخدرات او الانتحار الذي يلجأ اليه العراقيون نتيجة الازمات المختلفة فقد شهدت الاشهر الاربعة الاولى من هذا العام تسجيل اكثر من مئتي حالة انتحار معظمها يعود الى فئة المراهقين والشباب ابرز اسبابها تدهور الاقتصاد وتفاقم الفقر والبطالة فضلا عن تناول المخدرات بحسب وزارة الداخلية الحالية في العراق هذا وتحدث تقرير لمنظمة الهجرة عن الوسر النازحة في العراق وانها تتعرض لمصاعب كثيرة وتوجه تحديات كبيرة في تحقيق حلول مستدامة لمشكلات النزوحة على حين تستمر معاناة مهجري منطقتين جرف الصخر والعواسات في محافظة الانبار للسنة التاسعة وغيرهم ممن عصفت بهم رياح التهجير ونزح مضطرين من مناطقهم قاصدين المخيمات لواجهوا فيها الفقر المطقع والامراض والاهمال هم واطفالهم ولتستمر معاناتهم حتى اليوم من دون حلول تلك الظروف والمعاناة التي يعيشها العراقيون أثرت في حياتهم ومشاعرهم الأمر الذي جعل العراق يتصدر قائمة التعسي عشرة بلدان في العالم وفقا للتقرير قلب العالمي للمشاعر في عام 2022 ووضح التقرير أن ترتيب الدول العشر الأكثر تعرضا للمشاعر السلبية هي أفغانستان ولبنان والعراق وسيراليون والأردن ثم بنجلاديش وليكودور وغينيا وأخيرا بنين مؤكدا أن مشاعر الضغوط والحزن والغضب والقلق والآلام الجسدية التي يعانيها الناس يوميا سجلت رقما تاريخيا في هذه الدول الشعور بالظلم والتعاسة التي يعانيها العراقيون من نظام المحاصصة الذي تقوده الميليشيات ينذر المتشبثين بالسلطة بتغيير وثورة شعبية عاربة تطيح بالعملية السياسية برمتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر